من عمان تنظم لنا عبر الهاتف الدكتورة حنان سعادة قسم الفيزياء في جامعة الأردنية دكتورة حنان مساء الخير أهلا بك معنا المنتدى العالمي للعلوم في الأردن على مدى ركز بالتحديد في أجندته؟ كيف كانت جلسات المنتدى باعتبار حضرتك مشاركة في هذا المنتدى؟ توقف في المنتدى جلسات متوازية في نقص الوقت تناقش الكثير من التحديات التي تواجهها مجتمعات العالم ومجتمعاتنا في المنطقة العربية على وجه التحديد من أهم المحاور التي ركز عليها المؤتمر تسليط الضوء على دور العلم والعلماء في حل المشاكل التي يعاني منها أهل الأرض لأن دور العلم غير محصور بالبحث الأساسية وإنما ينبغي أن يكون للعلماء دور رئيسي في إظهار القوة الأساسية للعلم للعلم قوة اقتصادية وقوة اجتماعية وقوة ثقافية وقوة فكرية فينبغي أن تعطى الفرصة للعلماء ليقوموا بهذا الدور الرياضي وهذا لا يكون إلا إذا كان هناك عمل مشترف ما بين أهل العلم والعلماء وما بين أهل القرار والخبراء في المجالات الأخرى لذلك كان التركيز على ضرورة وجود أرضية بشتركة يتقي كل هؤلاء مع بعض ويناقش التحديات التي يواجهها العالم وكيف يمكن أن يساهم العلماء في تقديم أبحاثهم وخبراتهم لخدمة الإنسانية دكتورة ما بين الطاقة والتغير المناخي وإسهامات العلوم كيف مجتمعة أو كلنا على حدة كيف يمكن أن يشتركون في نقطة واحدة في سبيل إحلال السلم الدولي العلم من أجل السلم المقصود بأنه إذا أعطي للعلم دوره الرياضي في أن يكون قوة على وجه الأرض فإنه سيؤدي الدور الإيجابي إذا العلم نجح في حل مشكلة التلوث فهذا نوع من الأمن إذا العلم نجح في حل مشكلة الجوع فهذا أمن غذائي إذا العلم نجح في حل مشكلة الاحترار العالمي للأرض التغير المناخي هذا أيضا نوع من الأمن فإذا تم تغلب على جزء من هذه التحديات يزداد الإحساس بالأمن بين الشعوب وبين الإنسانية وإذا يفتح باب أمام العلماء وأيضا أمام الفئات الأخرى من المجتمع إلى الرياضة إلى الإبداع لأن الإنسان إذا كان في حالة أمن يستطيع أن يبحث ويفكر ويبدع لذلك العلم هو أفضل وسيلة لتحقيق السلم لأنه فيها أمن غذائي أمن وظيفي أمن اجتماعي أمن ثقافي أمن فكري طيب توقيت هذا المنتدى وماذا حاجة العالم فعلا في هذا التوقيت للتعاون من أجل العلم حاليا الكرة الأرضية كلها تعاني من كثير من المشاكل التي استعصت حتى على السياسيين وصماع القرار حلها عندما نرى الملايين الذين يموتون جوعا الملايين الذين يموتون بسبب الحرب الملايين الذين يموتون بسبب المرض وفي المقابل لدينا الملايين من العلماء الذين يموتون حياتهم في المختبرات لماذا لا نطبق ما توصل إليه علوم الفيزياء والكيمياء والهندسة والصب والصيدلة في خدمة الإنسانية العلم من المجتمع وينبغي أن يخدم المجتمع طيب دعم البحث العلمي في كل دول العالم وخاصة دولنا العربية إلى أي مدى ربما يتجه بهذا الاتجاه باتجاه إحلال السلم الدولي وباتجاه تعاون العلمي ما بين الدول في سبيل إحلال السلم الدولي يتتفاوت نسبة الدعم للبحث العلمي والعلماء من دولة إلى أخرى لكن حقيقة لا يخبر بأي حسنان بأن دعم البحث العلمي في دول العالم الثالث وفي الدول العربية على وجه التحديد قليل مقارنة بالأهمية وبالدور الذي يتوقع من العلماء أن يقوموا به لكن مع ذلك دولة صغيرة مثل الأردن في حجمها صغيرة في مواردها الأردن لدينا نقص مياه لدينا نقص طاقة الأردن ليست دولة نصية الأردن ليست دولة إقتصادها قوي لكن الأردن قوي في شيء واحد الفكر الإنساني الدوري العلمي الأردن أبناءها متجهة نحو العلم وقيادتها متجهة نحو العلم فلذلك نحكي التوقيت المناسب هو أن الأردن هي التي تصدت لهذا الدور وهذا ليس غريب على الأردن لأن أهمية العلم والتعليم في الأردن هذا شيء قديهي نعم شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا الدكتورة حنان سعادة قسم الفيزياء في جامعة الأردنية كنت معنا عبر الهاتف من عمان